شاركت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في الاجتماع السادس والثلاثين للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم في سلطنة عمان هذا وأكدت وزيرة شؤون الشباب خلال مشاركتها في الاجتماع التطلع بكثير من الأمل والتفاول لمسيرة العمل الشبابي الرياضي المشترك بدول الخليج العربية مستلهمين من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تجاه الشباب الخليجي الدافع الأكبر من أجل العمل على تحقيق كل ما فيه الخير للشباب مؤكدة الاعتزاز بتوجيهات قادة دول المجلس لتحقيق تطلعات الشباب والعناية بهم واستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم ليسهموا بشكل فعال في صناعة المستقبل هذا وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الشباب بدول المجلس وأكد الوزراء على الاستمرار في إيجاد مبادرات ومقترحات مشانها تعزيز التعاون المشترك وتطويره في المجال الشبابي شكرا